الراديو 9090 هواها مصري احنا احنا يعني انا مش عارف هاولي انا ازهقت بصراحة لا يعني هو طبعا ده شكل كورونا يا جماعة طيب احنا هنرجع تاني ونقول الفيروس بيتشابش بيتحس الفيروسات دي بتتحس شوف لي قلبك يعني في حاجات تتشاف ولا تتقلش وفي يعني طيب هو طبعا احنا بنهزر عشان الموضوع فعلا الحقيقة احنا بنقلب كل حاجة حتى من غير قصد بنقلبها هزار ودي يمكن حاجة لطيفة بالمناسبة يعني يعني انا بقول ان احنا الحمد لله بنسبة الفيروس كورونا لم تسجل حالات لسه لغاية دلوقتي في مصر الحمد لله الحمد لله دول كتيرة قوي تسجلت فيها حالات العمليات البحسية شغالة على قدم وثاق زي ما بيقوله الموضوع كله مع بدء تحسن الحرارة التدريجي هيختفي من تلقاء نفسه وده اللي اكده يعني الزميل رئيس الولايات المتحدة الامريكية دونالد ترامب انه قال اتوقع انه يختفي بحلول شهر ابريل فالناس كلها بعد تقول ايه في ناس يعني اتقول ايه ده رئيس امريكا لما يقول المعلومة دي بعنده معلومة مخبرات دي والموضوع مش مخبرات ولا حاجة والراجل لقالك لما الدنيا هتحرر يعني منطق فهو الموضوع يعني ابسط من كده بكتير بصوا جماعة احنا عايزين نخلي بالنا ان ما يجلناش نزلات برد على قد ما نقدر نخلي بالنا انه درجات الحرارة بقالها كزا يوم بتنخفض اه مساء او بتبقى الدنيا سقعة كده شوية ما نخففش الملابس اه بلاش نقعد في اماكن مقفولة ونطلع منها الاماكن مفتوحة مباشرة بلاش نعرض الاطفال للادخنة والادخنت السجاير او الشيشة او الكلام ده كله اه ننام كويس خلاص ما نستخدمش الدفايات على قد ما نقدر لان الدفايات انا فيه فرق ما بين التدفئة المركزية والدفايات التدفئة المركزية بيبقى المكان كله تدفئة المركزية مش موجودة في مصر بالزبط لكن فيه مثلا مولات بيبقى فيها تدفئة مركزية مثلا يعني انما انا بتكلم عن الدفايات اللي احنا راحين جايين بها ده غلط وحتى فيه ناس تقولوا طيب دلوقتي احنا بنشغل التكييف على برضو السخن ده برضو غلط هو المفروض ان احنا نعيش حياتنا بشكل طبيعي يعني اللي هو ان احنا نبقى قاعدين احنا في شهر فبراير فطبيعي انه هيبقى الجو برد مش لازم بقى نبتكر طرق ان احنا نخليه شهر اغسط لان ده مش صحي وجسمنا هيتفاعل مع الامر بطريقة على نحو غير صحي برضو دي نقطة اه كمان لازم نهتم اوي بغسيل الادين جدا جدا نهتم بغسيل الادين وبالمناسبة في فيروسات كتير اوي يا فاطمة اوي بتنتهي حياتها خالص بتنتهي فعليتها بمجرد غسيل الادين طب دكتور ماشا عايزة قطع حضرتك في حاجة دلوقتي احنا كامهات قاعدين في البيوت بنتفرج على اعلانات بتاعت الصابون بانواعها المختلفة بلون ذكر اسمي طب بتلاقي بعض الاسماء يقولك ده بيقتل تسعة وتسعين ده خلوه مية دلوقتي هم عدلوا الاعلان بلاص كمان يقولك ده بيقتل فيروس مش عارفة كذا وفيروس كذا وفيروس ده الامات احنا مش فاهمين حاجة بس اسمي الفيروسات تخد فنجيب الصابون ده والصابون ده صحي ان انا وليدي كل يوم يكسروا ايديهم وشهم وجسمهم ومن فوقهم لتحتهم بيه الحقيقة ان هم فيه اكتر من نوع او تحديدا فيه نوعين هم بيتنافسوا على مستوى يمكن العالم كله والحقيقة برضو الصحية ان ده مش لازم يكون استخدامه على طول يعني احنا يعني يعني لو ابني جاي من الشارع فغسل ايده بيه مرة ماشي كنت لسه هقولك كده يعني ما ينفعش مسلا نبقى عاديين ناكل وايمين بنخسل ايدينا بعد الاكل فنخسل ايدينا بمطهر لا نخسل ايدينا بصابون عادي انت فاهمة قصدي انما لما نبقى جايين من برا او كنا مثلا حد جالنا كان عنده برد او عطس في المكان او حد في البيت عنده برد نقوم ساعتها نخسل ايدينا بعض المرات بهذا الصابون المطهر سواء اليدين او الوش واحيانا حتى الاستحمام انما ثابت برضو علميا انه كثرة استخدام اللي هي مضادات او المطهرات مش عايز اقول مضادات الفيروسات لان هي مش مضادات ولا حاجة هي مواد مطهرة كثرة استخدامها ممكن يعمل رد فعل عكسي بمعنى بمعنى انه بيعمل حاجتين بيخلي الفيروسات تبقى اجراسف اكتر او انها تحاول طب هو اه يعني اللي هو طب اللي عندي فيكو يعني وكمان ممكن تغير شوية من نمط المناعة الخارجية بتاعت الجلد بتاعت الجسم لانه زي ما قلنا زمان فاكرة في حلقة المناعة قلنا ان الجلد سطح الجلد بتاعنا ده اللي هو وشينا ودرعتنا وبطننا وإيدينا ورجلنا وضهرنا هذا الجلد ده من اهم الاماكن لجهاز المناعة في الجسم وفيه خلايا مناعية كبيرة الحجم ففكرة ان احنا نستخدم مطهرات دايما 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 هي اشبه او اقرب ما تكون للشخص اللي بياكل ويقولك هاخد بقى دا ومش عارف ايه سباستين اللي بتاع انا مش عايز اقول اسامي يعني علشان يهدم يا حبيبي ما انت عندك جهاز هضمي والجهاز الهضمي ترجال ادي له فرصة بالزبط كده فادوا جسمك وجسم اطفالك فرصة انها تتعامل مع المايكروبات والفيروسات وما تقولوش ايه اصلحنا ولادنا ضعفة اصلحنا ولادنا مناعتهم ضعيفة اصلحنا كذا اصلحة لأ انتو موجودين على فكرة في الحياة الحياة احنا بنتأثر بيها والولاد دول بعد كده مش هيعيشوا في فقاعة بعيدة عن الاتربة وبعيدة عن الهوى وبعيدة عن الاكل الخارجي الحياة فيها صد ورد يعني زي ما بنقول فنقصر استخدام الصابون او السوائل التغسيل ايدين المطهرة على بعض المرات القليلة ما تبقاش ده النمط الطبيعي بتاع الاستخدام دي نقطة مهمة اولة برضو يا دكفر من النقط اللي شغلة بالي لامهات المدارس مهم ولادنا اغلبهم دلوقتي في مدارس وبيروحوا بقى قضوا اليوم كله وللأسف الولاد عشان الجو متقلب زي ما حضرتك قلت اغلبهم عندهم ادوار برد على نزلات قوية على كحة على رشحة على كده صح في بعض المدارس دلوقتي بتقول الطفل العيان مايجيش مهم قاعد يا حبيبي في البيت لحد ما تخفه هجب لك الواجب لحد عندك وعليه بوسع وفي مدارس تانية شايفة ان الموضوع عادي طالما فيه الدكتور في المدرسة بيكشف وبيقول وبيقرر هل الحالة تستدعي ولا لا هو الحل انه مافيش قانون عام مافيش قانون صارم هيطبق لانه في الاخر كل حالة في حالات فردية بتختلف من حالة لحالة يعني ماينفعش طفل في مدرسة او طفلة يبع عندهم حرارة وبيكحوا كحة مستمرة والكحة دي مثلا لها افرازات وبيعتصوا وزي ما قلت حرارتهم عالية وينوديه المدرسة تمام انما لو الطفل مثلا عنده رشح مجرد رشح يروح للمدرسة عادي تمام لو الكيس بتاعته او لو الحالة بتاعته تمام وهنا ماينفعش نقول ايه المدارس الاولانية اتجاهها صح او مدارس التانية اتجاهها صح دول صح ودول صح لكن الغلط من الاتنين ان احنا نطبق الموضوع ازرول او كقانون عام يطبق قدعي مياني لا وهنا المسألة برضو بترجع في النهاية لضمير برضو البيت خلي بالك لان فيه انا شخصيا قابلت ده شفت ده بعناي فيه امهات مثلا بيشتغلوا فتقولك ما انا مش هعرف فاعمل ايه ما انا 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 في الشغل فهم مش هاسب فوديهم المدرسة ويكونوا ولادهم تعبنين فعلا يعني يعني هما بيكونوا هنا بقرة عدوى او مصدر للعدوى لكن هنا هذه الام او هذه السيدة او هذا الاب او هذا البيت بقى عموما فضل مصلحته الشخصية انه هو ما هي مثلا ولادك عيانين ما انا بديهم الدواء كده كده ويروحوا اخرى او كده كده ما هم بيروحوا ييجوا ما هم لازم يروحوا ييجوا عشان ايه ودي برضو من الحاجات المسيرة للانتباه جدا ان تبتدي الناس تقولك ايه انه مثلا مثلا لو الواحد عنده برد الطفل عنده برد لا يروح وينزل وييجي عشان يخف يستحمى بمية مش سخنة اوي عشان يخف لا على فكرة هو ده مش صح هو محتاج راحة على فكرة هو محتاج راحة لانه هو بيقاوم غزو معين بيتعامل مع جسمه بس عارف يا دكتور الامهات بتحسبها ازاي ده قاعد في البيت وهو عينه ومبطلش فارك راحة ايه لا هو ما هو فكرة انه هو مهما فارك في البيت غير الانتقال من مكان الى اخر وهنا وهنا لازم نتعامل مع المسألة بموضوعية بموضوعية ده ينطبق الكلام ده على الحضانات ينطبق الكلام ده على المدارس وفي نقطة برضو خلي خلي بالك منها انه مش لازم بقى الطفل اللي يعط في البيت عشان عين ده يقوموا يقوموا الاسر باقي الاسر يتعاملوا معها لانه طفل صاحب مرض يعني اللي هو ايه ملكوش دعوة بقى بفلان ما تسلميش عليه ما تقعدوش مع بعض لا هو هو زي وزي اي طفل جاله بردي يعني ما عندوش وقاعد شوية لحد ما يبقى كويس بالزبط في بقى مدرسة تانية يا دكتور تقول ايه ابنك في حضانة طب انت سامعة فيروسات وكورونا ومش كورونا والناس عملا تقول خايفين وحاجة يعني وضع طوارق يعطبه طيب بتودي حضانة ليه ما هو مش سنوية عامة يعني دي حضانة قبل المدرسة عادي ولادك من الحضانة في الفترة دي لا لو بنفس المنطق طيب وإيه اللي يخليكي تروحي عند جدته اللي هي ممتك يعني وإيه اللي يخليكي تتفسحي معاه في نهاية الأسبوع وإيه اللي يخليكي تاخديه معاكي وانت بتشتري حاجات لا شغلانة الطفل اعوده بقى في الوقت ده بالزبط كده ان احنا لو حسبنا الامور كده اللي هو هياخده ايه في الحضانة طب ما بدفس القياس هياخده ايه في سنة أولى ابتدائي بقى ما فيش حاجة مهمة يعني انت فاهم قصدي لا شغلانة الطفل انه بيروح الحضانة مش بس عشان يضيع وقت الطفل بيروح الحضانة لاكتمال نموه الجسدي والنفسي وانا بقول الجسدي لانه الطفل في أماكن الخارجية دي بيتحرك وبيروحه بييجي وبيمارس أنشطة فده بيساعد على تطوره الحركي بخلاف بقى التطور الذهني والتطور العقلي والتطور النفسي التطور النفسي مهم قوي عشان كده في نظرية كده عايزين بالمناسبة الموضوع المهم اللي انت يلتقيه دلوقتي في ناس فاكرة ان الحضانة دي بيروحوها الابناء في حال اذا كانت الامة عاملة وده مش حقيقي ولا صح لازم الاطفال يروحوا حضانة حتى لو الام ست بيت بالمناسبة يعني هو مش عشان انت يعدى في البيت وليه خلاص وانا ودي حضانة ليه بقى لا هو لازم يروح حضانة يعني لازم ينفتح على العالم لان ده بداية احتكاكه بالعالم الخارجي فدي نقطة مهمة جدا في نقطة برضي دكتور بدأت الامهات تتنقش فيها اليومين دولي اللي مداش ولاده التطعيم الموسمة يقعد يقولوا طيب ما احنا نلحق بقى نديهم التطعيم اليومين دول عشان لو في حاجة نبقى انقذناهم لا هو ما التطعيم هنا مش هيكون دي جدوى خالص وهو هيشتغل هيبدأ يدي اصاره بعد شهر ابريل يعني ده على اقصى ده على اسرع تقدير وطرامب قال خلاص بعد ابريل خلاص وطرامب قال مفيش مفيش كورونا بعد ابريل فهيبقى خلاص يعني تمام فقال هو لا انا بتكلم بس على فكرة انه هو لما قال التصريح ده انا مش بهزر الناس قالت وصلت الى حد انه هو ايه ان ده فيروس مصنع من المخابرات الامريكية عشان تضرب بيه الاقتصاد الصيني وهما بقى هيرفعوا عنهم يعني العقاب في الوقت ده تفاكت اه فهو الموضوع برضو ايه ماشي مع نظرات المؤامرة يعني وهو على فكرة هو فيه مشاكل يعني محدش يقدر ينفي انه عملية ظهور الفيروسات ممكن يكون لها خلفيات يعني انا ما بنكرش ده بس لفكرة ان الراجل بيقول يعني هو الراجل بيكتهد في مليون حاجة يعني ما جاتش على دي يعني اشنا هندي اللي ركزه فيه انا برضو فيه نقطة عايزة الفتنظرك ليها واكلم عليها وهي نقطة الكمامات اه قالك دي صوني عفصين ارميها ما هي صوني عفصين ارمي عفصين ما هي كل حاجة تصنعت في الصين يعني حتى اغلب سجاجيد الصلاة اللي بتصنعها دي صوني عفصين استغفر الله العزيز لا هي الحكاية مش كده لانه هو الكمامات اصلا يقصر استخدامها للشخص اللي مريض مش الشخص السليم لا احنا السليم اللي بيستغدانها يعني همش عايزين لغبطة العبدل السليم يمتغض pack ينزل حتة كده يلاقي الناس كلهم معقولة كل دول مرضى يقولك لا ده المريض الوحيد هو اللي مش بغطي بقه الباقي دول كلهم مش مرضى يعني المفروض ان المريض هو اللي بيغطي بقه سبحان الله شوف شوف الطب بقى بس احنا بقى لأ احنا باشي بالعكس يعني انا معرفش اللي احنا يعني برضو المفروض انا بقول المفروض سيسأل سائل هنا طب هو يعني لما حط الكمامة غلط هو مش حكاية غلط هو حكاية انك بتتنفس بتارية غير طبيعية يعني هو الكمامة انت مش عايش بيها بالمناسبة يعني المفروض المريض عشان يبقى الفيروس كونتيند او محتوى عشان ما يبقاش فيه رزاز يعني ما يبقاش فيه انتقال سواء عطس او سواء ان هو مثلا لو كان عنده وهو بيتكلم فطلع رزاز من بقه او كده فهو مفروض يحط الكمامة دي على بقه هو عشان هو عيان مش انتو تحطوا الكمامة اعرف ايه اللي دحكي بفكرت صورة كده عاملين فرح ناس بسين كلهم لابسين كمامات واحد وقف من جير الكمامة ده الوحيد العيان البقى كلهم سولان يعني المفروض العكس بس احنا كويس انه حكي قلت لنا المعلومة دي ان احنا يعني الناس بس تعمل كده يعني العيان هو اللي يلبس بس مين يوبينك يا لو انا عندي برد دلوقتي بتجي الكم راديو وانا حط اكمامة كله ارمي نفسه مش هيرمي نفسه ولا عجب وطبعا برضو ده ما ينفيش ان بعض الاماكن المزدحمة زي العمرات مسلا زي العمرة ماشي يفضل ان الناس ده على فكرة بقى الناس هنا بتحط اكمامة مسلا في العمرة ليه? لانه في ناس من جنسيات تانية ما عندهمش ادنى وعي بفكرة الوقاية العامة دي فتلاقيهم كده يعني وبتهايق ليه يعني كل اللي راحوا عمرات او حج عارفين اللي انا بقوله كويس هتلاقي واحد وشه في وشك كده وفجأة يروح كاحك من غير سبب يعني وكأنه بيقيس ايمانك بيقيس درجة ايمانك هتعملي في ايه؟ عدي سؤالي علاقة بموضوع العمرة والحج في ناس في الفترة دي بتحب تطلع عمرة طب لو حد عنده طفل صغير هل مستحب في ظل الظروف العالمية دي ان هو ياخد طفل عمرة؟ هو الحقيقة صحيا ما يفضلش انك تستحي بطفل اساسا في العمر لانه الحقيقة هو غير مدرك وغير واعي للأمر وبيبقى عبق على مامته وعبق اضافي ثم بابا وانا بقول بالترتيب لان الام بتشيل هم يعني نفسها اكتر اه وهم الطفل فالحقيقة انه هو يعني من الناحية الدينية هو انا طبعا مليش ان انا اقول رأي ديني لكن بقول حسب ما انا فاهم هو ملوش اي قيمة دينية بالنسبة للطفل خالص لانه رسنا مش فاهم مش فاهم حاجة فهو الموضوع هنا عبق عليه زيادة بس يعني ان احنا بناخده في اماكن مزدحمة وفيه بقى كمان مش اطفال اللي هم مش بيتشالوا يا فاطمة فيه اطفال اللي هم بيتعلموا المشي ودول بقى بيتوهوا جدا وخصوصا كمان انه فيه تخوفات على مانه في فيروس وفيه كده بالضبط انا طبعا الحقيقة لا يعني لا احبز او لا ارجح او لا انصح باستحاب الاطفال في العمرات عموما خلاص طالما هم مش قادرين يشيلوا مسئولية نفسهم خلاص وفي اماكن او في اوقات تفشي بعض الامراض على مستوى العالم كله خصوصا اه في اه كده مقولة غريقية بتقولها الامهات اللي هم الجدود يعني هم امهاتنا اه هضي يقولولك اللي من دول ايه ده انت راجع متأخر من الشغل اللي بعت بعت تجيبي اكله من برا على فكرة هيجيلكو كورونا كورونا ما بيجيش من الاكله من برا طب نبقوا اللو بالله يكرمك كفابة كفابة ما يصحش كده اللو باعدينا كورونا ما تجيبوش من برا لا لا يا جماعة طب انا بصور اعمل اجيب اكل مين كورونا ما بيجيش من الاكل اللي من برا يا جماعة هو الاكل من برا بيجيب بشاكل تانية بس مش كورونا انا افتكرت مرة موقف كنت في كنت مطعم يعني عارفوا يعني عارفهم يعني بروحوا واجي كتير مطعم مشهور اوي وانتي شخصيا بتحبي مين بينصحك دايما تغسل الامك في المطعم ده فالمهم ان انا كان في مرة من المرات كان فيه طفيل بقى من طفايليات اسمه فاشيولة فاشيولة اه اوكي والفاشيولة ده كان بيجي ويقولك ان هو بيجي بمركزه يعني الرئيسي في الاوراق الخضرة بتاعت الخضروات فكانوا دايما يقولوا ايه نصيحة ان احنا نخسل الخضروات بالمية والخل والحاجات دي كلها وحتى قالوا ان بتتغسل بالسوديوم برمجان انا بحكيلك موقف حقيقي على فاكرة يعني هو حصل من سنين طويل فاللي حصل ان انا كنت يعني في المطعم ده وبطلب ساندوش تمام والساندوش ده هم بيحطوا فيه خاص تمام كده وكان المطعم زحمة فانا بقى ايه الدكتور اللي جوايا اه نقح علي ظهر مرة واحدة فما عملتش حساب لأي حاجة وفجأة بصوت عالي جدا قلت للراجل للولد اللي بياخد الوراق وطوله اه لو سمحت من غير خاص لو سمحت فحصل صمت كده ولقيت كل الناس بصت اه وفيهم اللي كانوا بيأكلوا لأ وفيهم اللي كانوا بيأكلوا كمان يعني عارفة اللي هو واحد بياخد اطمى بالساندوش فلقيت مدير المطعم كان لطيف جدا الحقيقة ردت بمنتقى الهدوء قال لي يا دكتور عايز حداك تتطمن احنا الخضار عندنا بنغسله بسوديوم برمينجانات ودي بتموت البني ادمين فمن باب اولى بتموت الحشيولة بقولك ايه نخلص ونعمل اردر دلوقتي بطانش تقول لي بموت بالقدمية طيب نطلع لسبا او نريم نرجع نكمل او نديكو بقى نصايح سريعة في حتة الوقاية دي والساعة الجاية هنقولكو هنتكلم في ايه بس بعد ما نطلع فاصل ونرجع تاني رقم الاسم اسواح التسعين تسعة والتليفون اتنين تمنتاشر عشرة تمانية ستة وستين والفان بيج وتعاتنا راديو تسعين تسعين على الفيسبوك هنطلع بوردر برضو